للمزيد من النقاش والمتابعة حول جهود الدولة في الارتقاء بالقطاع الطبي وتطوير المستشفيات بتنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري المناعة أهلاً بحضرتك يا فندا أهلاً أهلاً يا فندا بشكل عام يعني الحقيقة فيه اهتمام كبير جداً من الدولة بالقطاع الصحي القطاع الطبي بشكل عام يمكن كنا تكلمنا قبل كده أنه الدولة بتسير في أكثر من اتجاه في هذا القطاع فيما يتعلق بالاتجاه الخاص بتطوير المستشفيات دكتورة نهلة كيف تتابعين؟ هو طبعاً دلوقتي إحنا يعني محركة شفتها في التقرير مستشفى مطروح ممتازة جداً مستشفى رأس الحكمة في مطروح ذي كانت جميلة جداً جداً وده عملنا فيها أقسام عناية مركزة على الأداثة أنه لو أن في حد تعب بيبقاش يعاني من النقل إحنا بين المحافظات محافظات مسافة كبيرة جداً لو حد في حالة حرجة وابتدأ يتنقل هدنا فيه مشكلة فطبعاً لو إحنا عملنا مستشفيات مجهزة في أماكن مختلفة متنائية وكان قبل كده فيه سهاج وكان قبل كده فيه خانة كل الحاجات دي ممتازة جداً جداً في أن إحنا بنعمل لامركزية في المستشفيات وقدمات طيب إحنا يمكن بنتكلم كمان على الاهتمام بالمستشفيات أو القطاع الصحي والطبي يمكن بشكل أكبر يعني في المحافظات الحدودية والحقيقة ده تبعناه في العديد يعني من المشروعات القومية ومنها ما يتعلق بالقطاع الطبي بالضبط وفيه كمان عندنا منظمة التأمين الصحي التي عملت في محافظات القناة في ممتهى الجمال يعني التأمين الصحي الشام الممتازة ده بالإضافة للقوافل الطبية اللي بتتعامل بالإضافة لمبادرة حياة كريمة اللي بتزور الكرة وبتطور الخدمة رأينا برضو نوع من أنواع تطوير الخدمة أن احنا نطور المنازل ونطور مكان الإقامة والمعيشة بتاعتهم ونوصلهم بالماء طيب الحقيقة أن كل أزمة مستجدة دكتورة نهلة يمكن هي اللي بتكشف عن صلابة بعض القطاعات وصلابة الدول بشكل عام يمكن آخر هذه الأزمات الخاصة بالقطاع الطبي ما يتعلق بجائحة كورونا البعض كان بيقول أن جائحة كورونا كانت نقطة مفصلية يعني في هذا القطاع القطاع الطبي سواء في مصر أو في الخارج فيما يتعلق بالداخل المصري تحديدا كيف هذه الجائحة كشفت يعني صلابة هذا القطاع من جانب وأيضا على الجانب الآخر أسراعة الخطة فيما يتعلق بالتطوير والحمد لله مصر تعد من أحسن الدول في التصدي لجائحة كورونا يعني كنا من قبلها عملنا مبادرة 100 مليون صحة وحددنا الناس اللي عندها أمراض مزمنة وده نفعنا جدا جدا في أن احنا نشوف الناس ديت ونرعاها وقت الكورونا طبعا مصر كانت صبقة دائما في إحضار الأدوية والأنتي فيروس والبروتوكولات أب تو ديت أول بأول كانت بتيجي لمصر اللقاحات كانت متوفرة جدا جدا نعم صحيح حضرتك ما زلت سي معي يا دكتور أي فعل طيب زي يمكن ما ذكرت في بداية هذه المدخلة إحنا منتكلم أن القطاع الطبي تم تطويره على أكثر من اتجاه فيه طبعا اتجاه خاص بتطوير المستشفات والمراكز الطبية على الجانب الآخر يعني أيضا الاتجاه الخاص بالقوافل الطبية اللي بتجوب كل محافظات مصر وفيه اتجاه في غاية الأهمية ما يتعلق بتطوير الكوادر الطبية تطوير من ناحية التدريب والعمل والتوعية بشكل عام دكتورة نهلة كيف تري هذا الاتجاه ما قامت به الدولة في هذا الاتجاه وهذا القطاع؟ وطبعا فيه كتير من الدكتورة بتسافر دلوقتي تبع وزارة الصحة عشان تتعلم وتطورات كتير قوي في مستوى الدكتورة طبعا وكمان إحنا كمان بيحاولوا أي يعني المستشفيات بتأبديت أول بأول بيحاولوا يعملوا كمبيوترز في المستشفى بحيث أن يبقى الجاء المستشفى كلها عندها فائلز للعيانية بحيث أن احنا من أي عيان يتقدم اسمه ويبقى الفائلز بتاعته كلها بتقدم طيب القوافل الطبية خليني أتكلم مع حضرتك يعني عن هذا الجانب اللي بتجوب محافظات جمهورية مصر العربية أهمية هذه القوافل دكتورية؟ هي طبعا عن طريق القوافل الطبية احنا بنقدر تحدث أو الأطباء اللي بتجوب المحافظات بالقوافل الطبية بتقدر تحدث ايه احتياجات الناس وإيه اللي هم عايزين وتلتقي بيهم عن قرب وبنقدر نشوف ايه يعني مثلا المراكز الحضرية أو المراكز الصحية اللي بتبقى موجودة في القرة طبعا احنا يعني الدولة عملت كتير قوي من المراكز طورتها وبدأت في قرة مختلفة جدا طورت المراكز الصحية لما بتلتقي بالأشخاص عن قرب فانت بتشاهد سهل قوي تحدثي الاحتياجات بتاعتهم وبالتالي بنقدر نحدث الاحتياجات وبالتالي نبقى فيه نقدر نجيهم التمويل المناسب من جهة في الدولة بتعمل كده وجهة تانية بيبقى فيه مراكبة على هذا التمويل أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم كنت ضيفاتي عبر الهاتف الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري المنهاء شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك